يلا يا معتز عاجين قبل ما يبرد الشاي يلا يلا جاي صباح الخير صباح الخير شوين البيض انو بيض يطعمك حجة والناس راجعة البيض خلص من عشر تيام قطيب كنت يحطيننا مكدوستين حتى نغير شكل عن الزيت والزعتر والزيتون كأنو مكدوس هاد عم تحاكيني وكأني مخبي المكدوس عناك يعني ما عنا مكدوس؟ كان عنا وخلاص بعدين احنا كل يلي موئناهن السنة ستة كيلو لسه رايح جاي عم تسألني عالمكدوس ماشي الحال نعمة كريم معتز بدي اسألك سؤال بس لا تضوج عليه اذا بدك تضوج فالسكوت احسن يعني طالما بتعرفي انو سؤالك مزعج فليش لحتى تسأليني ايا من عين اصله؟ هو مو مزعج بس يمكن هلأ مو وقتو وشو السؤال بقى؟ يعني انت مني نعزم اهلي عالغدا؟ اصارلن شهرين ما دقوا مملوحنا؟ لا حولة ولا قوة تقلب الله ولك يا سوميه انتي ما بتفهمي؟ ولك ما بتفهمي ما بتفهمي انتي؟ ولو؟ ليش لحتى ما اقفها؟ شو ناقصني انا؟ امنين بدنا ندبر تكاليف العزيمة؟ ما بتعرفي انو نحنا هلأ باخر شهر والراتب لسه ما ابطوا؟ ليش انا عملك عزمهم بكرا؟ يا سيدي عزمهم بعد ثلت ايام يعني بعد ما تقبض الراتب؟ يا سيدي وفرضيني ابط الراتب بعد يومين؟ فكرك رح يبقى منه شيء؟ يا عليم الله ما عم يلوح معي لوحة؟ يعني فكري بعقلك يا سوميه يا الله يخليكي شو بدهم يعملوا معي لتلت تلاف وتممين تليرة؟ الراتب كله عم يروح على الفواتير والدين هلكني هلك؟ بقى انا خرشي اعزوم وانطرر على قلبي انا؟ والله يلحق معك بس ما حلوى قدام اهلي ما نعزمون بكرا بيقولوا بس شاطرين يتلقحوا على سفرنا يخزوا عين بليس ويعزمون شي عزيمة؟ هيك قالوا ليك؟ لا ايو ما قالوا لي انا اهلي اكابر كتير وما بيفكروا بهي الطريقة بس عم بقول مثلا يعني ستي لا مثلا ولا عفلة ازرق ولكن انا زلمة يا سوميه موظف موظف درويش شحاد على باب الله لا بيحق اللي اعزم ولا انعزم ولا التكش بحدا ولا حدا يلتكش فيني بقى مهما تعبتي وحاولتي تساويني الزلمة بين الزلم ما رح تقدري رح تفشل يا سوميه طيب ليش هيك عم يصير معاك؟ ولك هيك لاني لك انا انا بحب البحترة لك بحب البهنكة والبعزقة مو بايدي هلا لا تطول وتقصر من شان الله يا معتزها اهلي وبدنا نعزمون امنتوا بي الله على هنهار لسه بقلا تور بتقلي حلبو بقلا اعزب بتقلي وين ولادو ولك يا سوميه لموظفي هالقيامة معتر اندبوري فقير تنبل من تنابل السلطان مو متى الاول بالاول اذا واحدة بنت خطبه استاذ مدرسة كانت تعتبر انه طاقت السعدن فتحت له واذا خطبه موظف كانت تعتبر حاله ملكة الالعة وصار فانوس علاء الدين ملك يمينها وليه على قامتي عليك يا معتزش ومشحر ايه لكن ليش قبلت فيك انا طالما الموظف مشرشح لهي الدرجة ما بعرف لانك مجدوبة انا مجدوبة قصدي لانك حبيتيني فعلا يضرب الحب شو بيزل لك سوميه لا تروحي بعيد ابي كان موظف ويا خدرات ومن الحكومة وكان عنا صانعتين ببيتنا العربي والمونة نشتريه بكياس جنفيس قلم احمر السكر الرز طحين البرغر العدس الحمص المخلل بالخوابي الحطب عجمال السمن البلدي والزيت بالتناك هذا كله غير المربيات بانواعها عليم الله كنت اتسبب صبابه على اطراميزات المععود وهي مصفوفة ببيتنا مونة جن بعضها معود بمشموش سفرجل تين تفاح كل شي كان يعملون منهم ربا والزيتون عدي ومدي التفاحي والعطون والمفقش والمجرح والجلط شو بدي عدي لك العدي لك يعني مو متل هلا لك هلا من روع السمان منقلو عطينا وقية زيتون نص كيلو لبنة وقية ونص جبنة ربطة خبز لأ ونحن ما كنا غناية بالعاكس عاديين بس هالراتب ساترنا وكان يكفي الانسان حتى يعيش حياة قريمة ويصمد منو اصلا ابي كان مسأجر البيت اجرا بعدين صمد من راتبو واشتراه وقاوانه الله يرحم ترابك يا ابي يرحم ترابك ايه معليش بس اكيد ابوك الله يرحمه كان يطالع براني كتير انو براني هاد ما في شي من هاد منوب هالراتب وبس يعني كانوا عايشين عالجواني حسرا اما هلا يا حسرة الناس عايشة عالبراني حسرا تيوبلس يعني الجواني مالجنس الطعمة ويا دو بيكفي حقنا كاشات سنان معتاز طيب ليش صار هالفرق الكبير بين الماضي والحاضر؟ ما بعرف بس المصاري يمكن كان فيها بركة بيظهر الحكومة لا ممتن بالحلال والله اعلم طيب معتاز بدي اسألك سؤال محرج شوي من شان الله ما تآخذني على سؤالي؟ لا تفضل يسألي ولا يهمك ابوك الله يرحمه كان معيشكم بنعيم مثل ما عم تقول مو نعيم انت التانية بس يلي بقصده ما كنا بحاجة حدا على الاطلاق المي ماشي بسائيتنا والزيتون مكمور بخابيتنا طيب مو بيجوز يكون ابوك قولي ما بعرف شو بديقلك يعني مو بيجوز يكون لك قولي قولي لا تخافي يمكن فمت عليكي مو بيجوز يكون ابوك عم يستغل وظيفته ويحط من عطايا الناس بجيبته اعوذ بالله شو عم تحكي انتي هاي شغلة تمد اليد للناس واستغلال الوظيفة ماكر حدا يعرفها منه وانصدف حدا مارسها ودريو في الناس كانوا يحتقروه وما يسلموا عليه اذا مرأ بالحارة ويعتبروه شيطان رجيم يعني هالشغلة جديدة؟ طبعا جديدة وصارت عرف وتقليد اجتماعي يمكن يتبنى ويصي القانون رسمي على هو ما لي ملاحظ شو هالحكي اللي عم تحكيه معتاز؟ طبعا لانه القوانين عادة بتكرس العرف والتقليد وبتستمد فحواها من ممارسة الناس هلا شو بدنا بالقديم؟ ليش عم ترجع للماضي يتوجع راسك؟ عم برجع للماضي لاني عشته مخضرم انا مخضرم شو يعني مخضرم؟ يعني عشت بين جيلين بين عصرين وغصبا عني عم إلجأ للمقارنة مو بإيدي ويا ما حاولت انسى انه الخرجية يلي كان يعطيني ياها أبي ومقدارها ربع ورقة كانت تطعميني صندويشة وكازوزة ويا ما حاولت انسى اني كنت فوت عالسينما وقعد بالبولمن واشرب ميلو بالاستراحة وفصص بزر واشرب تطلي سرت رفيعة فرط وكل هالشي بخمسة وخمسين قرش ما عم بقدير ما عم بقدير اتحنى التفكيري عند هديك المرحلة بس هذا غلط ولازم تتكيف مع الواقع وليش الواقع ما بيتكيف معي؟ ليش؟ ليش الواقع ما بيتصالح مع المرحلة وبيتناسب معها؟ لك فاهميني مشان الله ليش يا سمية؟ ما بعرف هذا سؤال اقتصادي كبير وما بعرف جاوب عليه بس بتعرفي تعزمي اهلك هذا اللي بتعرفي انتي هلا لا تنغم وتنقر وتطالع لي خلقي عند الصبح خلص بطلت نعت بدي عزايم يبعتلي حمة تتلني انا شو دبه وحماره لما بحطك وبحاكيك شحد الزلمة مش عن طبقتين ثلاثة وعمل لي محاضرة بالاقتصاد والسياسة لحتى يتملف لك سمية ورحتي يا عميكي شبرة